أخي ما إذا لاحظت من كلامي أنا كنت حذر في تعبير الكلام قلت عبروا إلى المسيح أيوة مش إلى المسيحية لأنه كثير منهم بيتعثروا صراحة كثير من أحبائنا العابرين من خلفية إسلامية جاءوا أو عبروا المسيح كثير منهم عم بيتعثروا من تصرفات وسلوك المسيحيين وإحنا عاوزين نبني جسر يعني أي ناس غالي على قلب الرب المسيح فداها فأنا دائماً بحكي له يعني أنت ما تخلي مثل قدامك اللي بتتعثر منه أنت بعت يسوع بغض النظر اعتبر حالك أنك أنت الوحيد في هذا الوجود هذا اللي بحاول أكد عليه لكن حقيقةً في كثير من كأنه يعني إحنا لنا فضل يعني لا وعمل المسيح إطلاقاً يا خنزار وكلمة العسرة دي على مستويات كثيرة على فكرة عسرة على أنت يدخلوا يلاقيوا كنيسة منقسمة فيها شلالية أو يرقبوا ممارسات تقصية غير كتابية ويبتدوا يتعسروا يعني أنا أعرف يعني فيه رفض يعني كأنه وفيه موضوعات كثيرة موضوع المعمودية والزواج والقبول يعني من يومين وصلتني رسالة من أخ من الجزائر مضطهد جداً بدي حكمه ستة شهور ومبلغ كبير منها وابنه مريض على السرير وحاسس حاله متروك من كل الدنيا يعني هذا مثل بسيط أنا أعطيك إياه ده صحيح تفضل أخ أمال أنا آسف لا 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 إطلاقني خنزة بالعكس لأنه لأنه دي دي تطبيقات عملية في الحياة نحن بنشوفها بنشوفها في حياتهم بنشوف كده إيه هما بيواجهوا كده إيه للأسف المفروض الكنيسة تحتضنهم وتستقبلهم وتعطيهم الثقة الرب يعطانا حكمة إدلقادة تمييز أرواح فما تخفوش ما تخفوش لأنكم ما بتعملوش عاجة غلط اقبلوا الناس الكنيسة الشيء اللي دائما بسمعه منفر بصراحة من أحباء المسلمين لا لا أنتوا بتدفعوا لهم فلوس عشان يتركوا الإسلام ويجا المسيح مين بيقبل أنه يؤمن بالمسيح وعارف إحنا دائما يعني أنا بالذات أنا بحكي عن نفسي أنا دائما أقول لكل واحد مؤمن بالمسيح معناته كل شيء صار كويس رح تواجه الاضطهاد والرفض رح يعتبروك خاين لبيتك لعيلتك لبلدك لوطنك ومع أن أنت بتكون وطني أكثر من كل الناس ولله يا جماعة في شيوخ وأئمة وسياسيين ووزراء وحكام وقضاء وأغنياء أغنياء كتير تركوا الإسلام وأجل مش محتاجين وفي منهم يعني أنا بعرف حقيقة كذا شخص اللي خسر كل أمواله وخسر كل البزنس تابعه وخسر كل شيء في سبيل ربح فضل معرفة يسوع المسيح اشتركوا في القناة